خلال زيارته إلى المملكة قام وزير الخارجية والتجارة الهنغاري السيد بيتر سبورتو والوفد المرافق بزيارة ودية إلى دار نيابة البطرياركية اللاتينية في عمان حيث كان في استقباله النائب البطرياركي للاتين في الأردن المونسينيور جمال خضر ومطران الأردني للروم الأرثوذكس خريستوفور صعطالة وعدد من الأباء الكهنة والمسؤولين وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين الأردني والهنغاري وخاصة ما يتعلق بدعم الكنائس الأردنية في مواجهة الأعباء الكبيرة المقاعة على عاتقها إلى جانب البحث في عدد من المشاريع